مشاهدوا في الجول أهلا بيكم بعد ليلة كروية رائعة من ليالي دوري أبطال أوروبا جيد وقت التحليل انتر بيستغل البداية المتعثرة ولا أسوأ من ميلان علشان يتقدم بهدفين ولكن على الأقل ميلان بيستطيع أنه هو يخرب أقل الأضرار ويؤجل الحسم حتى الإيام وبالأمس كانت تعادل بين راندريد وستي على ملعب سانتياجو بردابيو علشان يتأجل الحسم أيضا لمبارات الإيام على ملعب الاتحاد حيكون معاكم أنا أحمد العريان والمحن الفاني محمد علاء علشان نتكلم على الموتشين وإيه اللي حصل فيه أهلا بيك أولا إزاكي محمد عمل إيه؟ الحمد لله ليلا كانت بطل جامد جدا ميلان وإنتر وانبالح كان موتش مليان تفاصيل بين ريال مدريد والسيتي نتمنى يعني أن نحن نعرف نلخص الحاجات دي سريعا على البورد علشان نخش في التحليل على طول أوشيطك معاك والصدورة موجودة والكاميرا قدامك تفضل خلينا ندأ بميلان وإنتر بما أنه لسه خلصان يعني ولسه نحن في الحالة الموتش الموتش عموما كان متوقع أغلب الحاجات اللي حصلت فيه على اعتبار أنه ميلان خانخارج من موتش يعتبر يعني مفاجأة كبيرة بالنسبة للجمهور أنه هو قدر يخرج نابولي بعد كلام كتير عن نابولي بطل الدور الإيطالي وفرصا أنه يتوج نفسه بالصنائية بعد ما وصل نص نهاية دور الأبطال أو ربع نهاية دور الأبطال وعنده فرصة أنه يكمل قدام منافسين إيطاليين فبالتالي عنده فرصة كبيرة أنه هو يكمل في بطولة لكن في النهاية مبارات ميلان ونابولي كانت مباراة سهلة على ميلان أو من المبارات اللي بيحبها جدا ميلان هو يلعب مبارات تحولات قدام خصم بيحب الاستحوذ أكتر قبل المبارات احنا كنا متوقعين أنه سيموني إنزاجي مش هيقدم نفس الحاجات اللي كان بيقدمها سبالتي لميلان وبالتالي هو مش هيستحوذ كتير فلعبة التحولات اللي كان بيحبها ميلان مش هتكون موجودة بنفس الكفاءة حتى في ظل غيابه لياو لو كان لياو كمان موجود ما كانتش مبارات تكون بنفس السيناريو اللي بيحبه ميلان خلينا نشرح سريعا إلي انتر ميلان كان بيعمله علشان يمنع ميلان من أنه هو يقدر يستحوذ على كرة بمنتهى السهولة وميلعبش المبارات اللي بيحبها خلينا في الأول بس نأكد أنه ميلان أصلا فريق ضعيف جدا بالكرة ولما بتطلب منه أنه يستحوذ ما بيكونش عنده القدرات الكافية أنه هو يقدر يخلق الخطورة ده كمان بيزيد صعوبته لما بتلاعب فريق زي انتر عنده قدرة كبيرة جدا على أنه هو يخلق خماسي دفاعي الخماسي دول قفلين كل مرة اللعب مفيش أي مساحة أنك تخلق مساحة على أو تخلق خطورة على الهوف سبيسيز أو المسافات بين الزهير والباك وبين الباك والزهير على كل طرف فبالتالي الخماسي الدفاعي بتاع انتر كان صعب الأمور جدا على ميلان في الثالث الأخير من الملعب وبالتالي مع غياب لياو ووجود سيلي ميكرز اللي هو أقل كتير تقنائيا من لياو كانت الأمور أصعب كتير على ميلان لكن دعني نقول أن البداية كانت بتبدأ من عند جيكو ولو طره مورتنيز زي ما قلت لك انتر في دور الأبطال شخصية مختلفة تماما ممكن نقول أنه في الدور الأبطال يضغط أعلى على ميلان لكن هو في دور الأبطال سيميون إنزاجي رجل زكي جدا يعني حتى وهو المنافس واحد ميلان هنا في الدوري وأنا في دور الأبطال فانتر يلعب بطريقة في دور الأبطال الأوروبا ويلعب بطريقة أخرى في الدوري مظبوط ماذا بقى؟ سيميون إنزاجي عموما رجل بيحب جدا نوك أوتس بيحب ميبرات الذهاب والعودة هي حاجة من الحاجات اللي هو بيحبها رجل مع علقة بنكاس مع لاتسيو هو بيحب ميبرات دي لكن المختلف أنه إنتر لو كان بيلعب ميلان في الدوري كان هيبقى عنده أفضلية أنه هو يضغط أعلى على الميلان لأنه كان ميلان قاعد فترات طويلة جداً ما بيلعبش في الحرس بتاعه اللي هو كان جيد جداً مينان أحسن بالكرة بكتير فبالتالي الانتر كان بيضغط أعلى في العادي لكن حالياً انتر مش محتاج يضغط أعلى انتر عنده مهمة أكبر أنه هو يمنع سناء الارتكاز بتعميله من الاستحواز على الكرة وأنه هو يحصل تدرج بشكل سليم فبالتالي جيكو ولو طروا مارتينيز بيتبادلوا الضغط على الاثنين السينتر بكس بس ضبط بس هو مش ضغط بغرض استخلاص الكرة لكن هو بغرض بس غلق مسار التمرير على سناء الارتكاز بتوع ميلان في نفس الوقت المساحة المتسابة لكلابريا وثيو هرناندز على الأطراف مساحة وهمية بمجرد ما السينتر بكس بيغلط أو بيقع في الفخ أنه هو يطلع الكرة على طرف من الأطراف في الملعب لكلابريا أو لثيو هرناندز المساحة التي تبقى قدامه تطمعه أنه هو يجري أكتر لكن المهم أنه لم يكن يطلع عليهم ولا دي ماركوس ولا دون فريز دون فريز كانوا بيسيبوهم ييجوا لحد آخر نقطة في الملعب علشان يبدأ ترحيل الانتر ميلان كله على الطرف المعاكس ويكون قافل المساحة دي بيا إما هنريك مختاريان يا إما باريلا على كل طرف من الملعب بالتالي انتر كان مصعب الأمور جدا على ميلان في التدرج ولو كان نجح التدرج بتاع ميلان كنتم تلاقي فيه خماس يدفاعي مصعب المهمة تماما على الأطراف كل ظهير متأمن بمساك جنبه قادر يقفلها درمين على الطرف اليمين واشيربي في النص اللي كان على الشمال هو كان باستوري فالموضوع كان صعب جدا على الميلان إن هو يقدر يختارك إما من طرفين ملعب ولا حتى من العمق في ظل تفوق عدد دي للانتر بخمسة على اثنين ده كان شكل الانتر وهو معهوش الكورة في وقت بقى انتر مع الكورة ميلان بيغلط الغلطة الأساسية هل كان الشكل ده ممكن يختلف لو هل ممكن كان الكلام ده يكون أفضل بالنسبة لي ده ميلان وطارية التعامل تكون أسهل مع انتر ولا ما كانتش مرضوح تختلف الأمور كان أكيد تختلف لأنه ميلان كان عنده أوقات كتير بيكون عنده مواقف واحد ضد واحد على كل طرف الملعب ممكن يكون مواقف ده ما بيخدش مساحة من الوقت كبيرة فبالتالي الأظهراء بتقدر تتعامل لحد ما بيجيله الدعم من المدافع الغرب ليه لكن في وجود ليهو كان الأمور كانت تبقى أسرع كتير ليهو عنده قدرة أكبر على الاستحواز قدرته التقنية بالكورة أعلى كتير فبالتالي لو كان أتيحت له فرصة واحد ضد واحد على طرف الملعب زي الفرص مثلاً اللي أتيحت لميسيس بعد النزول ومكان بالنصر الفرص دي كتأكيد هتشكل خطورة لميلان أكبر بكتير من الممكن بس حاجات فردية لكن كمنظومة ما كانت حتبها هي هيها بالنسبة لميلان قصاد انتر لأنه هو دي طريقة اللعب اللي هو ودي مباراة ميلان ما بيحبش يلعبها المباراة اللي هو بيكون مطلب فيها بأن يكون مستحوز أكتر على الكورة بس احنا شفنا يعني في آخر سنتين ميلان تفوق على انتر في بعض المباراة الوقت الحالي مختلف في القائبة بتاعت الانتر انه ما فيها تنوع أكتر لعيبة أكبر قدرة على الاستحواز لعيبة أكبر قدرة على تشكيل مشاكل هجومية للخصم بتاعهم العكس تمام في ميلان اللعيبة الوحيد تقريباً اللي عنده قدرة على الاستحواز هو إبراهيمة دياز دياز عنده قدرة هو يستحوز على الكورة ويجري بيها مسافات طويلة ويخلق خطورة وبالتالي إبراهيمة دياز لو شفت هتلاقي إنه هو معزول قدام سترين من الانتر وحتى لما كانت بيجيب المساحة إنه هو ينزل هنا أتشيربي كان عانده مساحة إنه هو ينزل اللي يقابل إبراهيم أدياز بدري جداً لأنه هو متأمن قريدي بدرميان وباستوري أتشار بي هو اللي كان بينزل حتى في أوقات كتيرة جداً كان باستوري هو اللي بيقابل إبراهيم أدياز لما كان بيحاول إبراهيم أدياز يعمل الزيادة العددية أو الأوفرلود على طرف الملعب كان باستوري بيقابله أول واحد لحد ما ينزل معاه الارتكاس بتاع إنتر ميلان أو التمانية اللي هو سواء ميختاريان أو باريلا أو حتى تشلان أغلو في الاماتش بدأ وفي أول خمس دقايق بيتقدم إنتر بهدف أول من ركنية بالضبط دي تفصيلة من التفاصيل المهمة جداً اللي ساعدت إنتر أن هو يلعب كمان المباراة بشكل أفضل لأنه هو بدأ في الأول خالص وهو واحد سفر ده حصل إزاي؟ لأنه زي ما دايما بنتكلم في الدرابات الثابتة أفضل نظام بتقدر تعتمد عليه هو النظام الممزوج بين اللعيبة اللي بتقف تأمن المساحة بتاعتها واللعيبة اللي بتقف رجل ضد رجل أو مان تو مان أو مان ماركين لو أنت عندك لعيبة بتعتمد على الزونة فقط أنت عندك مشكلة لو عندك لعيبة بتقف على المان ماركينج فقط دي برضو عندك مشكلة لو شوفنا القط الجون تاني هنلاقي أنه جيكو كان في الموقف كويس جداً بيتمنى أي مهاجم في الدربة الثابتة وأنه يكون مع واحد فقط بس من المدافعين في مساحة هو بس اللي ملكها عنده عليه أفضلية جسدية كبيرة جداً مظبوط كلابريا هو اللي كان معاه وفي نفس الوقت كلابريا كان رقبته للجيكو ما كانتش أفضل حاجة لأنه كان وقت ما الكرة وصلت للجيكو كان جيكو في ظهر كلابريا وبالتالي ده في يعني مبادئ الرقابة الفردية هو حاجة سهيئة جداً ما يتمنيهاش أي مهاجم بالضبط يحنا لازم نقول للمدافع بتاعنا أن انت خليت جيكو في صدرك حتى لو مصار الكرة أنت مش شايفه بالضبط ما ينفعش تكون انت معاك مان على لعيب زي جيكو وهو أهم لعيب المتوقع أنه هو كرة ترحله في إنتر ميلان بالتالي ما ينفعش تسيب له كلابريا وما ينفعش تسيب له كلابريا بالمان ماركينج أو بالرقابة الفردية السيئة جيدة ده طبعاً مع التأكيد على صعوبة أو مشاكل الموجودة في أي نظام مراقبة فردية في الدرابة السابتة بالتالي اللقطة دي ساعدت الإنتر انه هو يبدأ الماتش 1-0 تقريباً وبالتالي يقدر يلعب الجيم بتاعه زي ما قلنا اللي بيخلق فيه أفضلية عددية على الميلان في كل منطقة من الملعب تقريباً النحي الثاني يبقى ميلان وهو معهوش الكرة وهو برا الاستحواز كان إنتر بيقدر يوقعه في الفخ بأنه هو يفضل مأخر الكرة عند السلاسي الدفاع عنده اللي هو أتشيربي وباستوري ودرميان علشان يسحب لعيبة ميلان تضغط أكتر لقدام كل ما هتطلق أكتر لقدام كل ما هدر أخلق لك المواقف اللي أنا بتمنى اللي هو موقف اتنين ضد اتنين في الدفاع الموقف ده فيه حاجة بتحصل حصلت بشكل متتالي يمكن في أغلبية الموارات اللي لعبها جيكو قدام تموري وهو أنه جيكو بيختار طواعياتاً هو يروح عند تموري علشان تموري بتبعه المدافع بيحب الاستباق بيحب ياخد الكرة قبل المهاجم اللي معاه وده شيء مستحيل يحصل في وجود جيكو لعيب جثمانه يافع جداً قادر يقف بظهره وبطوله بشكل جهاز جداً ومستحيل تقدر تستلم الكرة من قدامه فبالتالي أغلبية الكور ياما بتلعب بشكل مباشر على جيكو على الأرض أو في الجو جيكو بيقدر استفيد منها وأكتر من هجمة في الشوت الأول والتاني جيكو قدر يطلع بها حتى في وجود لوكاكو لوكاكو كان برضو مستهدف أن يكون قدام تموري وأكتر من هجمة لوكاكو قدر يختارك فيها الدفاع بتاع ميلاً عن طريق أنه كان لواحد قدام تموري وده الموقف اللي كان بقدر الانتر ينجح فيه وقت الاستحواس بتاعه ضد ميلاً وكونا كمان غير الجنين اللي جم كان فيه كورة لو ترم عردينيز في الشوتر أول ممكن تنهي المباراة تماماً لما تغلب على الاثنين مساكين فيها يعني ان كان عدس يمون كاير ورقص كمان تموري وكفود ده حسب الضرب الجزاء اللي قول ان الحاكم عاد للبار واتطلع ان لوكاكو احنا طبعاً ممكن نتكلم فيه عن سلوك لو تقول ان هو خلاص انت قريدي عدية الاثنين كنت تروح وكمل بس كمان فيه لقطة اكت مهمة جداً العرض اللي جاءت للشانل أغلو بعد تقريباً الهدفين اللي سجلهم الانتر لو كانت دخلت في التوقيت ده 3 صفر اعتقد ان مجاركة انتهت بنتيجة اكبر من كده بكتير للانتر لكن في المطلق خلينا اقولك انه بسيناريو الماتش الميلان محظوظ انه قدر يخرج اتنين سفر بس على امل انه في العودة في وجود لياو على امل ان اصابت بالناصر ما تكونش كبيرة قوي فيكون في فرصة لبناصر والياو ان هما يخلقوا افضلية ولاونس بايا الميلان يقدر يسجل هدف في الاول زي ما حصل مع انتر والمبارات كل لسه في الملعب ما تكونش خارجت يعني انا فضلي في المطلق ده سؤالين اول سؤال كلابريا وثيو هرناندز بيقدموا موسم ولا ارواح وبرضو دي ماركو الحقيقة ودونفرز بيقدموا موسم كبير خاصة دي ماركو يعني لكن ثيو هرناندز البعض ومنهم انا بشوف انه احسن بك شمال في العالم حاليا ازاي ما ظهرش ثيو هرناندز وكلابريا النهاردة وايه اللي منعهم من الظهور هجوميا تحديدا بشكل قوي معتاد زي ما بقى بوراية الموسم الخماسي اللي قلنا عليه في الدفاع كان بيجبر لعيبة ميلان انها تضطر تحاول تفتح اطراف الملعب لأقسم صح ممكنة خلينا نتكلم بقى بعض خلوك بالناصر فبنتكلم انه الطرف ده سلي ميكرز والطرف ده ميسياس اللي اتنين فاتحين الملعب قد ما قدروا وبراما دياز عنده حرية الحركة والجيرو بيحاول يخلق العمك الدفاعي فلو تكلمنا عن انه وقت ما بالكورة بتتروح لواحد من الظهرين خليني نتكلم عن تيو بيعتبر ان هو هجومي اكتر بكتير وعنده فرص اكتر ان هو يعمل حاجة تيو وقت ما بيتقدم المتوقع في العادي لو كان الانتر بيلعب برباعة فاعي انه اللي كان هيطلع عليه هو واحد من الظهرين فبالتالي يكون في فرصة للجناح ياخد مساحة في الحتة دي بالضبط لكن الوقت ده ما كانش فيه حد من الظهرين بيطلع عليه بيسيبوه المساحة يطلع قد ما يقدر عادي ولان الانتر كان بيقابل من منطقة تعتبر متأخرا نسبيا فبقى فيه فرصة انه التمانية هو اللي ينزل يقفل المساحة على تقدم تيو فبالتالي حتى لو تيو مستحوز احنا هنا في موقف اتنين ضد ثلاثة لصالح انتر على الطرف فبالتالي تيو وكلابريا ما يدروش يخلقوا اي فرص للميلان لانه الافضلية العددية للميلان على الانتر شئ تقريبا ما حصلتش طول المرش بلا استثناء يمكن في كرة واحدة بس قدر يخلقوا فيها افضلية عددية بحركة ابراهما دياز وتأخير الترحيل من الثمانية بتاع الانتر فبالتالي يبقى فيه اتنين على واحد وقدر كرة ديد راحة لميسيس على الطرف وشاطها تصويبها ما كانتش افضل حاجة لكن يمكن ده اللقطة الوحيدة اللي حصل فيها افضلية عددية الميلان على الانتر في وضع دفاعي السؤال الثاني غالبا مباراة العودة اللي هي بعده اسبوع بس من دلوقتي غالبا هتكون بنفس الاسماء المتاعك ميلان واللهم يمكن يرجع رفايليا وهو طبعا هبقى تدعين قوي جدا لو حصل يعني ولكن لا فنفترض ان هو حصل ببعين ده الاقرب يعني وفي غياب اسماعيل بن ناصر اللي هو برضو ده الاقرب ازاي ميلان بالوضع الحالي يقدر يظهر بصورة مختلفة فيها تفوق على انتر عشان يبقى فيه تكافر في المباراة حتى لو ان هو يقدر يسبب خطورة على انتر او يكون قريب من الت اهل في لحظة ما هو زي ما قلت لك انه انه انت محتاج يكون عندك واحد من اللوب الدفاع بتاعتك جيد بالكورة بشكل يستدعي انه واحد من الاثنين اللي بيضغطوا من قدام الانتر ياخد خطوة طبقية ويحاول يضغط عليه من قدام بالتالي يكون في فرصة للعيبة دفعتك التمانية اللي هم الاثنين التمانية تنوالي وكوريتش ان هم يرجعوا في المساحة اللي في ظهر المهاجم اللي ضغط ده علشان يستلموا الكورة ويقدر تعمل تدرب بشكل سليم ويقدر تطلع وتخل لا افضلية لواحد من اظهرتك على طرف من الاطراف وليكن فيه وليكن في الجبهة بتاعت اليو لكن في ظل انه السنائل الدفاعي بتاع الميلان عنده فقر بالكورة وحتى لا يبطوص الملعب ما عندهش نفس القدرات الفنية والقدرات التقنية اللي تخليهم قادرين يستحقق الكورة بشكل يصعب مهمة الضغط عليهم بالتالي اظن الكور هتظل صعبة قدام ميلان ببص على البودلاء دلوقتي بتوع ميلان علشان اشوف طبق كلامك هيدفع يتطبق طبعا هو النهارده قردي سيموني بيولي في الشوت الثاني لاجه على حاجة زي كده استدعى استخرج سيمون كاير ونزلتي او هيدي الفكرة اعتقد او حيبدأ بقى الماضي اللي جاي من مفترض ان هو يبدأ يجرب كلولو بالضبط لانه كلولو كان هيبقى خيار كويس جدا لو هو قدر يعتمد على كلولو وكلابريا على الجنب ده انه يستفز بس لو طروا مرتينيز او حتى ايدين جايكو انه هو يعمل عملية ضغط استباقي شوية يخليهم يسحبوا مساحة هنا عشان يكون عندي مساحة اقدر اختارك فيها انتر اثناء الترحيل على طرف الملعب لكن في ظل وجود سنائي ارتكاءة سنائي قلبنما الدفاع بالضعف ده بالكرة اظن الامور هتفضل صعبة جدا على ميلان في موجة انتر بنسبة كم في المياه ميلان عنده فرص للعودة في مباراة الياب قبل مباراة الزهاب كنت شايف ان ميلان فرص ضئيلة جدا اظن الفرص بتتضاءل اكتر بكتير جدا في مباراة العودة كمان نقول مبروك لجمهور انتر الزهاب اولا وعلى الاقل وان لم يكن اتأهل يعني لكن نروح بقى للمباراة الي كانت اقوى كمان احنا حابنا نختم بقى بريال والسيتي علشان خطر فيها بهاريز وفيها اسئلة كتير الناس محتاجة تستفصل عنها فاحنا هنحاول نتكلم عن ده وانخلينا نبدأ بنفس السيتي عادي جدا خلينا ده ريال مدريد وخلينا نتكلم عن منشستر سيتي بالشكل اللي بدأ بي ريال مدريد هيبقى احمر ولا زرق هيبقى الاحمر بقى عشان هو اللي فوق انا عايز نتكلم عن ده سيتي في اللي طالع من تحت بزافت كده بزافت كده ايوه رجعني هنا توني كروس حلو بزافت كده توني كروس وفلفيردي مودريتش بنزيمة وفديسيس رودريد مظبوط كده ده 4-3-3 لريال مدريد وبنتكلم انه منشستر سيتي بدأ ب4-3-3 بس في اغلب الوقت كان جند و جانب يكون هو الارتكاز التاني جنب رودري وبالتالي ديبرون اللي واحده هنا وهناك برناردو سيلفا وعلى الطرف ده هو جريليش السؤال الاهم بقى ايه اللي خلى منشستر سيتي ما يقدرش ينجح في البلد اوب بتاعه الشيء اللي هو يعتبر الترند الموسم ده البلد اوب بتاع السيتي بالضبط الشكل الجديد كمان الجارديولا انتهجوا تقريبا بعد كاس العالم اللي هو بناء اللعبة عن طريق 3 لعبين قلوب دفاع واتنين قدامهم ارتكاز خلينا نقول انه الشكل اللي اعتمده منشستر سيتي مبارح هو تقريبا قريب من الشكل اللي اعتمده منشستر سيتي في مبارد ارسنال اللي كانت بتشهد نفس المشكلة وهي غياب ناثان اكي اللي كان بيلعب قلب ادفاع من ناحية الشمال فبالتالي لما بيغيب ناثان اكي بيكون اكانجي هو اللي في المكان ده والنحية التانية بيكون كالووكر كما ان منطقيا ان احنا نقول انه كالووكر كان هو اللي مفروض يلعب مبارده في مقابل فينيسيوس لعيب سريع كدا حتى لو كان كالووكر يعني في الوعي الدفاعي اقل من اكانجي وفي الدفاع مش بنافسه قوة اكانجي وبقوة التغطافة اكانجي لكن في النهاية السرعة عامة المهمة جدا وهو الشيء اللي كان لازم تعتمل على كالووكر حقيقة نقدر لقونه ان كالووكر هو لم بقل التفوق على فينيسيوس يقدر على خصص اسناء الوقت لقل الوقت الوحيد الذي قاعد فيني انه يبعد عن كالووكر كالووكر كان متفوق لاتفاعا على الشرائيه ام لا يكون عامل مبارا جدا كالووكر بالنسبالي oo وا هذه الصعوب دس علم التف conduct pilar ضد فينيسيوس يعطى لو اشترك داخل تأata مشاكل وهي openingoit ويقدر يتحدث الأكبر من تالي خلقي الدفاعات الخطورة للفريق فبالتالي نقدر نقول إن كالولوكر عمل مباراة كويسة جداً لكن في النهاية فينيسيوس هيفضل هو هو فينيسيوس لكن المشكلة الأكبر ما كانتش ويلد سيتي معهوش الكورة مشكلة كانت ويلد سيتي معاه الكورة خلينا أقولك الاختلاف فقا بين الضغط اللي كان بيعمله أرسنل وبين الضغط اللي عمله أوريان مادريد في الضغط بتاع أرسنل كان فيه أربع لعبين من المانشستر سيتي في الدفاع هم دياز وستونز ناحية اليميل ووكر وناحية الشمال أكانجي أرسنل كان بيضغط بأربعة أربعة أتنين بالشكل ده فبالتالي كان هنا مفروض خيسوس وهنا مارتين أوديجر فبالتالي لما بيستفزوهم لعبة منشستر سيتي إن هم يطلعوا لقدام بيكبروا جرانيت شاكا وتومس بارتي إن هم يطلعوا وراهم علشان خطر الأجنحة بتاع أرسنل كانت قردي ما فتح الملعب اللي هم مارتينيلي وبوكايوساكا لما بارتي بيستفز عشان يطلع يأمن جوندوجان اللي هو نازل المرة دي ارتكاز جنب رودري بالتالي بقى فيه مساحة لديبرون وهالند إن هم يستلموا في مساحة ضخمة جدا قدام دفاع أرسنل ده اللي ما حصلش مبارح لأنه الشكل بتاع ريال مدريد كان مختلف تماما في الضغط ريال مدريد بيضغط بتلاتة قدام اللي هم فينيسيوس كاريم بنزيمة ورودريجو بالتالي ريال مدريد بيأمن باتنين ارتكاز هنا وقفين على جوندوجان ورودري وفيه توني كروس واقف مع دي براون بالتالي فيه موقف تلاتة تلاتة في وسط الملعب وهو موقف محبس جدا لريال مدريد وموقف يقدر من خلاله ويخلق أفضلية دفاعية بالنسبة له على منشستر سيتي الصعوبة كلها فإنه لما كاريم بنزيمة كان هو اللي بيضغط هو شخص مختلف تماما عن جابريل خيسوس هو شخص أزكب كتير في الضغط فبالتالي لما تطلب من كاريم بنزيمة نضغط على سنائي قلب الدفاع عند منشستر سيتي هو هيقدر بسهولة يختار إمتى هيقفل مساحة تمرى على المدافع ده وإمتى هيقرر يضغط على المدافع ده ويأمن في ظهره الارتكاز بعد منشستر سيتي فبالتالي كان الإجبالي وجود ستونز جنب دياز علشان خطر نقدر نخلي فيه أفضلية لمشستر سيتي في الدفاع اللي هو أربعة ضد ثلاثة المشكلة كلها أنه في وجود جندو جنب رودري كان فيه مساحة كبيرة جدا نننعهم من الكرة وبالتالي تدرجوا سيتي ما كانش أفضل حاجة الزود على كده كمان قلتلك أن وجود كاريم بنزيمة كان زاكي جدا فبالتالي هو كان بيقدر يقفل المساحة على ستونز ودياز فما بدروش يلعبوا الكرة الطولية المباشرة لهالند ولا كرة الطولية المباشرة لدي بروين لما تبص كمان على أرقام بتاع تلمتشة تكتشف أنهالند واحد من أقل اللعبين اللي استلموا الكرة بالضبط واحد من أقل اللعبين اللي استلموا الكرة فبالتالي لعبت سيتي أصلا مكادش قادرة تشوف هالند يكفيني كمان أقولك أنه المرات اللي استلم فيها هالند الكرة مكنتش بساطة عمودية للقدام كانت أغلبياتها بساطة ياما للخلف ياما لجنب من الجنبين قبل ما نروح لهالند عايز أعرف هل بنزيمة بالمواصفات اللي انت قلتها وأدواره اللي هي على طول بيدعبها قدم مباراة جيدة ولا مباراة زي اللي ظهرت لنا متابعين عاديين إنها مباراة سيئة لأنه ما كانش ليه أي تأثير رجومي يزال في لعبين حتى لو هو بيقدم مباراة سيئة لو هو بيقدم العادي بتاعه وانتقدر تستفيد منه كتير جدا زي كريم بنزيمة هو بيقدم مباراة سيئة أثناء الاستحواز لكن بدون الاستحواز كريم بنزيمة كان مقدم مباراة جيدة جدا في عاملة الضغط على سنائي قلب الدفاع في منشستر سيتي فبالتالي أنا شايف إنه كريم بنزيمة قام بالدور اللي طلب منه أنشروتي وإجمالا شايف إنه ريال مدريد قدمت مباراة بدون الكرة ممتازة جدا حتى وقت الاستحواز كان في فكرة ممتازة جدا بيعملها كارلا أنشروتي وهي دي اللي احنا نروح لها وقت ما كان ريال مدريد مع الكرة بالتالي زي ما قلت لك الشكل ده صعب الأمور جدا على منشستر سيتي في البلدوب وصعب الأمور جدا على منشستر سيتي في التدرج بالهجمة من تحت القدام وبالتالي شفنا شوت أول تقريبا أفضلية كبيرة جدا لريال مدريد على منشستر سيتي إيه بقى اللي كان بيعمله ريال مدريد أسماء الاستحواز؟ هنخلينا قولنا ده توني كروس وده لوكا مودريتش وده فالفيردي نفس الشيب بتاع ريال مدريد في الهجوم وده كامافينجا التشكيلة دي بالضبط بنفس الأسماء دي بالضبط هي اللي بدأت قدام برشلونة وكانت نقطة الضعف الأساسية انه تشافي كان بيضغط على كامافينجا على الطرف ده فبالتالي كان بيقدر يستحوز على الكورة في مساحة خطيرة جدا على ريال مدريد على الطرف الشمال اللي عمله كارلا أنشلوتي انه كان بيخلي كامافينجا يستبدل لوكا مودريتش على الطرف الشمال فبقى لوكا مودريتش هو الظهير الأيسر بتاع ريال مدريد في الحالة دي لو منشستر سيتي حابب يضغط بكل عناصره زي ما هو حابب مفيش مشكلة تماماً ده لوكا مودريتش يعني هيقدر يتصارها في منتها السهولة حتى القطة الهدف شوفنا سنائية باللوكا مودريتش هو كامافينجا قدروا بها اكسروا خط الضغط الأولاني والثاني بتاع منشستر سيتي وقدروا تحركوا بيها على الهجمة اللي قدام لمرمى منشستر سيتي بشكل يعني فهمت تتحسس مسدسك بس منشستر سيتي كان محظوظ جداً بنتيجة المباراة بعد انبارح لانه بكتير جداً كان ممكن تخسر المباراة دي لانه فيه تفاصيل كتير قوي لو ما كانتش تمت ما كانتش قادر منشستر سيتي قدر يسجل الهدف اللي هو سجله ويخرج من المباراة دي بنتيجة واحد واحد شكراً لانا بقى ايه انتا بتقولي ان منشستر سيتي كان محظوظ بتسجيله للهدف اللي هو سجل مظبوط لقطة الهدف حصلت فيها يعني حاجة يتعتبر يعني خطأ من جندل كانه في النهاية تسبب في انه منشستر سيتي تقدر تستفيد بالكورة خلينا نحاول نفتكر لقطة الهدف مع بعض من خلال البورد يعني نحاول نشكلها يعني نتكلم انه العايفة منشستر سيتي كانت كلها في حالة هجوم تقريباً حتى كان الوركن كان في منطقة متقدمة من الملعب اول ما الكورة قطعت من منشستر سيتي وراحت عشان بس اللي حيشوف لو دول العايد ريال مدريد بس الضبط مظبوط اول ما الكورة قطعت من منشستر سيتي لمدافعين ريال مدريد خرجت على الترف عن طريق كامافينجا المفترض انه كان هنا موجود جاندوجان البديئ هو انه كامافينجا كان اول ما يستلم هيلاقي فيه لعيب هنا في وشه هيخش في القلب يلاقي جاندوجان في وشه هو اللي حصل انه جاندوجان بمنطقة البساطة كسل يرجع يغطي اللعيبة اللي اتضربت من ماشستر سيتي فبالتالي المساحة دي كانت كبيرة جدا للعيبة منشستر سيتي ولعيبة ريال مدريد ان هما يستلموا فيها جاندوجان كسل يرجع فكامافينجا باع عنده فرصة مودريتش في قلب الملعب مسافة كبيرة جدا على الباص فبالتالي رودري كان عنده وقت انه هو يعمل فعل استباقي على لوكا مودريتش ويقدر يطلع قدامه ويستفيد بالكرة ويعيد الهجمة تانية لمنشستر سيتي اللقطة دي لو ما كانش جاندوان كسل وكان مال المساحة دي يمكن كمانفينجا كان رجع باللعبة من اول وجديد على واحد من المساكين بتوعه لحد من منشستر سيتي قدر يحقق التراجع الدفاع بتاعه والهجمة هتنتهت كقل انتكم ده واحد من الاشياء اللي عملها منشستر سيتي بشكل يعني انه محظوظ نسبيا لكن انا في النهاية شايف انه جوارديولا يكون عنده شغل كتير جدا في مبارات العودة انا متأكد انه جوارديولا عنده فرص انه هو يكسب المبارات بتاعت العودة لكن خلينا نقول انه كان عنده مشكلة كبيرة على طرفين الملعب زي ما انت قلت كيل ووركال وفينيسيوس محتاجين نتكلم عن كارفخال وغريليتش لانه جزء من مشكلة منشستر سيتي على طرفين الملعب او يعني جزء من مشكلة منشستر سيتي في البلد اوب او في التحضير من تحت هو انه الاجنحة بتاعته كانت فشلة في التعامل مع مواقف واحد ضد واحد كل المواقف اللي اتيحت لبرناردو سيلفا وتحديدا انجريليتش لانه جريليتش جات له اكتر من مواقف واحد ضد واحد تعامل معها بشكل سيء جدا وكارفخال كان عنده تفوق كبير عليها فبالتالي لما كانت منشستر سيتي بتقدر توصل بالكرة عن طريق واحد من ازهارة الطرف لواحد من الاجنحة تحديدا جريليتش كانت المشكلة ان الكرة تنتهي عند جريليتش لانه كارفخال كان عامل منبراك ايجادة جدا اذكر كمان في لقطة من لقطة الماتش لما اكانجي عارف يوصل لجريليتش وجريليتش خد كارفخال وراه عشان ينزل بيه لحد اخر نقطة من نص ملعب منشستر سيتي وكان كارفخال وراه مفيش اي مشكلة لانه هو متأكد انه متأمن في ظهره لانه هالند في وسط اثنين مساكين ودي برؤون متأمن بوجود توني كروس فبالتالي انا شفت انها مباركة جيدة جدا من ريال مدريد مباركة فيها اكتر من مشكلة للمنشستر سيتي اتوقع ان جوردولا يكون عنده شغل كبير جدا في مبارتال عودان هل بيعتبر كامافينجا نقطة ضعف ريال مدريد؟ في وجوده في الباكة الشمال هي مشكلة فبالتالي شفنا حل لوكا مودريتش نطشو نزل مكانه ما شفناش مثلا ان كامافينجا يكمل كباك شمال او ان على بناء الباك شمال لا نطشو هو نزل كباك شمال وكامافينجا طلع في نص الملعة وعشان ما يفضلش كامافينجا كباك شمال فييبقى لقطة ضعف الكم دية اللي فاطليت عليك مظبوط لو انت سبت كامافينجا الواحده على طرف الشمال او كزاهير ايسر اي الفرقة هتقدر تقفل عليه خطوط التمرير هيبقى كامافينجا عنده مشكلة كبيرة له في مساحة هو مقدار يجيط فيها حرية للتمرير والحركة فهو هي مشكلة لكن لوكا مودريتش موضوع مختلف تماما لوكا مودريتش مرجعية كبيرة حتى اللقطة الهدف الباص بتاع لوكا مودريتش قال بعضه منها والولان ليست كثيرا ل impedية قد بالدقة في هذه الاقتصاد بزاوية الرجلة فالتالي لوكا مودريتش أيظا ! لوقا مودريتش اللي الذي يتفرجوا عايزين يعرفه سببها وتتحوى القلل هلن Baldwin لا يعقش ما解ش دينا خلينا أقول لك أنه الرقابة التي كانت على هلند كانت رقابة جيدة جداً من روديجير مختلفة كلياً عن الرقابة مثلاً اللي كان هلند قريباً أن العملها هو روديجير روديجير اللي بيتعرض لانتقادات من جميع الرئيس المدريد بشدة خلال الروس بالحالي ما أنا خلينا أقول لك أنه المفروض أنه بالشكل التعل سيتي الجديد أفضل طريقة قدر توصل بها لإيرلنج هلند هي أنك تلعب بص مباشر يا أما على الأرض يا أما في الجو وعلشان خاطر إيرلنج هلند يقدر استلم إحنا شفنا مؤخراً إيرلنج هلند لمساته الأولى لكرة تحسنت كتير وده اللي ساعد منشستر سيتي في تحسين عملية التحضير لكن في وجود روديجير الكرات الهوائية مش مشكلة إطلاقاً روديجير من واحد من أفضل لعبة العالم في الصراعات الهوائية وبالتالي عندكش مشكلة إطلاقاً أنك تقدر تعتمد على روديجير في أنه هو يمنع هلند من ده لكن خلينا أقولك أن المشكلة الأكبر أنه منشستر سيتي لعب كرات طولية كتير جداً ولكنها ما كانتش بدقة كفاية هنتكلم في تقريباً ستين كرة طولية لعبها منشستر سيتي هل أكبروا على ده ولا كانوا يزجوا؟ لا الكرات طولية جزء من أسلوب منشستر سيتي مؤخراً لأنه هو زي ما قلت لك هو بيضغط بشك أو بيحضر بشكل أربعة اتنين بالتالي أنا بجبر الخصم أنه هو يطلع علي لكي أفضي مسحل هلند وديبرون في نصف الملعب الخاص وبالتالي أنا محتاج ألعب كرة مباشرة لكي يخلق أفضائية على الثالث الإخير في الملعب أنا كمدرب أنا عارف أن روديجير مميز في الكرات الطولية فأنا ليه ألعب عليها دلوقتي وأنا عارف أنه مش هتبقى الغالب عليها أنت مضطر لأنه فيه واحد ضغط على الاثنين القلوب الدفاع بتوعك فأنت مش قدر بتستدرج الضغط بتاعها تستدرج التحديل بتاعك بشكل جيد اللي ارتكازين متأمنين براون ممسوك كويس جدا من توني كروس رودري وجندوجان ممسوكين وكل طرف أكانجي سيء جدا بالكورة وكيال وكر مش هيقدر يطلع يعمل زيادة كتير المرات اللي عمل فيها زيادة كان فيه فرصة لفينيسوس أنه هيخلق أفضائية على دياز فبالتالي كان ريال مدريد قادر يضغط بشكل جيد جدا على منشتر سيتي فهو ده اللي كان مصعب عليهم الأمور وبالتالي يعني اللي عهدناه مؤخرا ضد باييرن وضد حتى أرسنل منشتر سيتي لما كان بيوجد صعوبة في البلدوب أو في تحضير اللعب من الخلف كان بيعتبر الكورة المباشرة لقدام عشان يقدر يخلق أفضلية نفسه عن طريق إيرلينج هالند ودي براون لكن في ظل وجود روديجير على إيرلينج هالند كان فيه مشكلة كبيرة بدان أن منشتر سيتي يقدر يطلع بالكورة بالسلاسل اللي ما تعود عليها المرشد اللي فات بالتالي فكان غياب مليتاو في مصطحة ريال مدريد مش زي ما روج لي أنه هيكون نقطة ضعف إن غياب مليتاو ده الحرابية ده حتلعب إزاي من غياب مليتاو وكده أنت ما تقدرش تستبعد إنه لعيب ممكن يكونه تضعف وتلاقيه هو نجم مباراة والعكس صحيح لأنه في النهاية كل لعب عامه مجموعة من الإمكانيات ومجموعة من القدرات يقدر من خلالها توظفه في دور معين ينتج عنه نجاح لكن لو قدرت توظفه بشكل سيء أو فشلت في إنك توظفه بشكل جيد هيبقى مشكلة هيبقى نقطة ضعف بسيناريو الزهاب هل يفترض أن روديجر هو اللي يبدأ العودة برضو؟ أعتقد أن مباراة بتاعة العودة هتكون مباراة مختلفة كليان أعتقد أن روديجر هيأخر خطوط الضغط بتاعته مش هيبقى ضغط بنفس الحدة لضغط بها في مارشل الزهاب وبالتالي مباراة مختلفة كليان محتاج لعب مدافع قادر يتعامل في المساحات الضيئة وقدر يتعامل في الكرات العالية كتير مع هلند خاصة أنه عنده قدرة على إزهاب على طرفين الملعب أو طرفين المرمى أسباق الكرات العالية فبالتالي أظن أنك هتكون محتاج مدافع جيد في الكرات العالية لكن محتاج كمان مدافع بيقدر يدافع بشكل جاي جدا في المساحات الضيئة لأنه متوقع أنك لما هتأخر خطوط الضغط بتاعتك هتلاقي أنه جندجان بقى أقرب للمرمى زي ما حصل في القطة الهدف وهتلاقي أن رودري كمان بقى أقرب للمرمى عنده حل التزديد فبالتالي أنت هتكون دائما محتاج لعيب قادر يدافع في المساحات الضيئة ولازم تكون قادر تقفل العمق وخلينا أقول لك أنه كمان دي تفصيلة مهمة أنه رياما دريد في المرات اللي كان محتاج يأخر فيها الضغط كان نجح جدا في أن نقفل العمق بتاع دفاعه وكان بيصعب الأمور جدا على منجسر سيتي خلال 90 دقيقة شفنا الحدد يوحو 80 ولا تبديل من الفريقين بعد كده تغيير يعني أسنسيو مكان رودريجو يعني مش حاجة خالص التغيير الثاني كان ناطش وأعتقد مكان مودرش بتالي أنه دور التغييرين بس العملهم لا وفي شواميني مكان توني كروس بكلها مركز بمركز لكن على الطرف الثاني مانشستر سيتي ولا تغيير مانشستر سيتي اللي موجود عنده في الديكا في الفوضن ورياض محرز وكالفين فليبس جوليان ألفاريس كل دي أسماعك ممكن استعين بها بيب جوارديولا ولكنه اختار عدم التغيير خلينا أقول لك أنه ممكن أن يكونت أعتراف ضمني من جوارديولا أنه مفيش حد هو سبب في المشكلة لكن اللعيب الوحيد لو كنت مكان جوارديولا كنت أفكر أعتمد عليه هو رياض محرز على الطرف الشمال من الملعب لأنه رياض محرز عنده قدرة أنه هو يتعامل في مواقف واحد ضد واحد وكان ممكن يخلق أفضلية للمانشستر سيتي فأنه مكان بيب جوارديولا كنت ممكن أفكر في الأمر ده البعض الدقيق لكن مكانش هيبقى وقت طويل جدا من مباراة هل الجريليش مليوش بديل أحسن في مونشستر سيتي؟ يعني أعتقد هي أضعف حلقة في منصومة مونشستر سيتي الهجومية يا جريليش اللي أحيانا بيكون متواهج ولكن أحيانا كتير برضو بيكون هو اللي بتتكسر عنده هجمات مونشستر سيتي خلينا نقول لنا دي حاجة من الحاجات الجديدة اللي بيعملها بيب جوارديولا أنه بيب جوارديولا بقي فكر أكتر في الدفاع فنفس السبب اللعيش عشان وجود برناردو مهم نفس السبب هو وجود جريليش كمان مهم لأنه جريليش بيقدر يدفع بشكل جيد مع أكانجي أو حتى مع نتان أكي الاختلاف الوحيد أو نقطة الضعف الوحيدة اللي ممكن تضيف لجوارديولا هي عودة نتان أكي لأنه هو لعب أزكى كتير من أكانجي حتى نتان أكي بالكرة أفضل بكتير من أكانجي وبالتالي ممكن يخلق خيار جيد لجوارديولا أنه يلاقي لعب عنده قدرة على اختراق وسط الملعب بجنب رودري وبجنب جندو جان علشان يقدر يزود المساحة أو الجادة العديدية لمنشطة ساتي في وسط ملعب ريال مدريد أخيراً تتوقعي في مباراة العودة؟ أنا أتوقع مباراة كبيرة كارلو أنشوتي بصراحة كان على التوقعات كارلو ودايفيد اللي اتنين عملوا مباراة كبيرة واللقطة اللي جات عليهم هما لاتنين وقت الهدف أنه ديفيد كان سعيد بالحاجات اللي هم عملوها أنا شايف أن ريال مدريد قدم مباراة جيدة إلى حد بعيد المنشطة ساتي عنده شغل كتير جداً متوقع أنه جوارديولا يقدر يورينا حاجة مختلفة زي ما ورنا في المنشطة اللي فاتت شخصية مختلفة كلين أنا اتفاجئت من جوارديولا في مارش بارن العودة وبتاعنا متوقع أنه مباراة الاتحاد هتكون مباراة على المستوى جداً جداً يعني أيوة بعدين على التحديد من حياته؟ أتوقع منشطة ساتي أتوقع طرفين النهائي منشطة ساتي وإنتر ميلان طميم النقد الفني المميز محمد علاء شكراً جداً ونورتنا وإن شاء الله ستكون آخر مرة ستكون معنا دائماً وإحنا سعداء بيت جداً في فرجول مرسي جداً يا أحمد ومبسوط أن كنت معاكم وإن شاء الله ستقدمنا حاجة كويسة للناس شكراً جداً وإلى اللقاء